بسم الله الرحمن الرحيم تمام يعني يعني هو انت بترسم خطوط فكي انك ماسك وراء وقلم وبترسم من انت عايزه انما هنا همنتكلم على موضوع البلدنج بس تمام طيب لو احنا قولنا كلمة البلدنج بينواف وقفتين اول حاجة هل مقصود بيها الفيرب ولا مقصود بيها الاسم طيب هل مقصود بيها عملية البناء ولا مقصود بيها المبنى لما بيكمل الحال انه هو مقصود بيها الاثنين لان البيم بيقى معاه في مراحل البناء من اول ما ابدأ افكر ان انا هاخد المشروع دوت تمام يعني من قبل ما ما العطي يرسى علي لازم بقدم مراقصة بقدم تكلفة المشروع فبعمل موضل البن مبدئي اشوف المشروع تقريبا هيكلفني كم وبعد كده بابدأ اشتغل لحد المشروع يخلص طيب لما المشروع يخلص واسلم المشروع المالي كان للبن انتهى لأ لسه موجود فبعمل حاجة اسمها فسيلة او ان انا بتابع ادارة المشروع من خلال نموذك البن بشاف كل حاجة وقدر ادير المشروع من خلال الموضل بتاع البن تمام بعد كده هل هو بوقف على كده لأ حتى لو هاجه اهد المبنى ممكن اسفاد من من الموضل او البن ان انا اشوف المبلة ده ازاي اعمله سيميوليشن ازاي اقدر اهده من غير ما يقصر على المباني الحوالية تمام وازاي ما عاشه كاثر دور دور ايه الاعمدة اللي انا ممكن ان اثرت عليها المبنى يوعمل غير ما اثرت عمالنا الحواليه ممكن تكونوا انتم شفتوا فيديوهات حاجه زي كده تمام طيب اه البيلدنج برضو وقفة تانية هل هو مقصود بها المبنى ولا برضو يدخل فيه الشوارع والطرق والحاجات دي كلها يدخل فيه الشوارع والطرق والمطارات واي حاجه هو مقصود بها اي حاجه الانسان يقدر يبنيها تمام طيب information لازم انا بمحدد ايه المعلومات اللي انا محتاجة ادخلها لاني ممكن ادخل معلومات ز زوم فيبقى تضيع وقت ويتقل الموديل على الفاضي فلازم انا بحدد ايه الحاجات اللي انا عايزة موديلنج بعمل نموذج للمبنى اول ناس عاملوا الموضوع دوت هما الفرعنة كان لما يجي ابن هرم ابن هرم جنبيه يشوف الافكار وشوف التجربة ويعمل التجارب ويشوف هيستحمل لو مش هستحمل كان ممكن تكلفة الموديل اللي انت بتعمله ده تبقى ادي تكلفة المشروع نفسه بس لو هو مشروع قومي ده ما بتفلش معك فلوس فبتدفع تمام فلوس للبلد فالاهرامات مثلا عملوا هرم تاني وقادوا يجربوا لما جدنا نعمل سد العالي برضو عملنا سد تاني وشوفنا هيستحمل لو مش هستحمل لانه ده مشروع قومي لو حصل فيه اي غلطة بش هتعاقب المهندس ولا بتاع ده انت هتتعاقب الشعب كله يعني فبقى فيه حزر ومبقاش فيه حسابات مادية بس بقى فيه حسابات قومية برضو تمام طيب خلينا دلوقتي بقى نتكلم على المراحل ندوجل بيم ده الكود البي اس 1190 اتنين اللي هو صدر سنة 2019 تمام وتقريبا الصورة دي هتقدر تشرح لنا ايه مراحل تطور البيم او مراحل ندوجل بيم فيه ليفل اسمه ليفل زيرو تمام ليفل زيرو ده يعني سواء بقى بتشتغل بوراء قلم او بالكاد او بالبرامج اللي هي بتاعت البيم انت عملت لسم لاين ودروينج واقواس وكتابات ما باستخدمش التاج والحاجات ديت وباستمى نفسك انت شغال بيم حتى لو انت فتح برنامج بيم بس انت كل شواء بدل ما تقول ارسم حاجة 3D ما نرسم 2D بس ما مش هودي حاجة 3D ارسم مثلا باب ارسمه 2D وخلص فده اللي هو ليفل زيرو تمام ما بقاش فيه تعاون بيبقى كل واحد شغال واحده ومبش عاملك سريفات الحاجات ديت ليفل وان بيبقى انت شغال 2D و 3D ومستخدم مثلا نيوزر رقايد CPIC بستخدم BS1092-2007 CBIC بترسل موديل 3D وبتستخدم بعض الكلبوريشن بس هو كل واحد شغال واحده محدد شايف شغل التاني تمام يعني كل قسم مع شغل بتاعه ومكتفي بيه تمام هي دي دي المشكلة واغلب الشركات موجودة هنا في الوضع دوت الليفل 2 ده الحد الادنى المطلوب في بريطانيا من من اول من ابريل 2016 تمام وفي الصورة اللي بالضو مطلوب يعني لما تيجي تسلم البلدية يقولك انت ما ينفعش تاخد تصريح لان انت ما شغال ببيم واحد او ببيم اتنين بتشغال ببيم اتنين لازم تكون شغال ببيم اتنين عشان تعرف تاخد المشروع تمام لازم يكون فيه اه الكلبوريشن وتعامل مع البرامج المختلفة ممكن يكون عندك كذا موديل بس كلهم بتعملون كل بريشن مع بعض بتبدأ تتبادل مع بعض بتقدر عندك مثلا ممكن يكون عندك موديل البيلدينج سيرفيز عندك موديل الفسلت ماجيب انت عندك موديل الارتكشور موديل استراكشور موديل الام اي بي تمام بتبدأ تتشارك المعلومات وعندك كذا موديل او ممكن يكون هو موديل بس انت هتطار بقى ايه ان انت تعمل اكسورت عشان تعمل مسلا في السلت ماجيب تعمل اكسورت عشان تعمل سيموليشن معماري تعمل سيموليشن انشائي تعمل سيموليشن ام اي بي كل حاجات دي بيقى كذا موديل مختلف طيب بيعتمد ان البرنامج متوفق مع بعض اغلب الحاجات بتتبادل عن طريق الافي سي اللي هي اندستري فونديشن كلاس غير الافي سي اللي هي بتكون في المقولات بتبقى انت عايز رد او عايز استفسار عن حاجة وفي عند برضو الافي سي والكوبي اللي هو كونستراكشن اوبريشن بيلدينج افورميشن اكسشينج اللي امتدين دول بنشتغل بيهم في البيم تو تمام اه الافي سي بتاخد المعلومات سري دي تبدو تتبادل من حاجاتك كوبي دي اعساس الفاصيلة منجمينت بتاديها للأوبريشن سيستيم يبدو يشغلو اه في اسنان تشغيل المبنى تمام اه بعد كده بندخل على ليفل سري اللي هو بنسميه انتجريت برويجيكت انفورميشن موديل بنزود حرف الاي اي بيم نموذج معلومات المشروع المتكامل كلية يعني فيه عند بيت بيارات مشتركة اه كل اعضاء الفريق بيشغلو في نفس الوقت يعني اللي هو بيعمل تحليل انشائية وتحليل معماري وبيعمل فاصلت كلنا بيشغل في نفس الوقت هو الموديل بيشغل مبطلرش تعمل اكسورت والكلام ده كتير اه لا هو نفس الموديل تقدر تعمل علي كل حاجة تقريبا ده لسه محانتش وصل له اه حاليا في الدقيقة اللي كلها مركزة على ليفل تو تمام القد اول كده نحن جايبينه ده كده ببرطوني تمام فدول كتير شغالة عليها اه اغلب الناس شغالة على ليفل تو بتحاول توصل ليفل توه تمام اه هنا بتبقى تشغل وتخلص كل الحاجة وافي الاخر بتحوال له الاسي الانفرونيشن موديل يعني موديل يبدو يديروه في الفاسرت مانجبنت تمام ويبقى عندنا موضل سيرفر يدير العمليات دي كلها بنشتغل بكود اللي هو ISOBIM السيغ اللي هنشغل بيها IDF والIDM والIFD IDF اللي هي Integrated Framework Dectionary IDM Information Delivery Manual الشركة اللي هتقدر تحقق الحاجات دي هيبقى لها الصبك وهتبقى ليها مزايا كترة جدا طيب ايه الاكواد اللي احنا بسخدامها من LEVEL 0 و LEVEL 1 و LEVEL 2 بنشغل على BS 1290 اللي هو صدر في 2007 تمام و LEVEL 0 و برضو بنشغل على BS 7000 اللي هو الاصدار الرابع طيب ده مشترك بين LEVEL 1 و LEVEL 0 و LEVEL 2 طيب LEVEL 1 ممكن نشغل بكود A تاني BS 8541 الاصدار التاني هو في 2011 طيب LEVEL 2 BS 1290 جزء التاني و BS 1290 جزء التالت تمام 92 ده بيهتم بالأثناء التشغيل الجزء التالت يعتبر مهتم اكتر بموضوع الابريشن BS 1290 برضو الجزء الرابع بنستخدمه في LEVEL 2 و BS 1290 جزء الخامس تمام وفيه حاجة بقى مشتركة بين LEVEL 2 و LEVEL 3 اللي هي البي اس 8541 جزء التالت والبي اس 8541 جزء التالت والبي اس 8541 جزء الرابع اللي هو صدار 2012 تمام طيب الـ LEVEL 3 فيه حاجات برضو اللي هي الـ IFC ده هتلاقي كود اللي ينفعك بي اس ايزو 1639 والـ IDM بي اس ايزو 2941 والـ IFD بي اس ايزو 12600 طبعا الارقام دي متاهة هاي دي اكواد موجودة على الموقع بتاع الـ BIM البريطاني تمام ان شاء الله يعني لو حاد عايز يستفاد او يكره فيها او 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 الاهم حاجة بالنسبة لك دلوقتي ان انت حاول توصل لـ LEVEL 2 ان انت يبقى عندك شغال بكود ايا ان كان كود انت شغال به من افضل اكواد اللي انا شفتها الكود البريطاني الامريكي السنغافوري الاسترالي فتبدأ تشغل به وتبدأ تعمل مانوال للشركة بتاحتك وتبدأ تحاول تطلع الشغل المظبوط ورباني وفق وان شاء الله هتلاهم حاضرات كويسة في البنم اللي ان شاء الله لفترة الجاية